عمار الخبارجي هذا خرج وقال بأن أيضاً له حرب إلكترونية وأن هناك دول تستهدفوا أعطينا دولة واحدة إذا استثنينا المخزن إذا استثنينا المغرب نظام المغرب اللي رأيكم في خصومة معاه وخصوماتكم كبيرة بالرغم أنكم تتعاونوا في مجالات خاصة ما تسموها بمكافحة الإرهاب فإن كل الدول الأخرى معاكم ومع ذلك حتى النظام المغربي لا يريد لكم السقوط يريد لكم فقط تغيير سلوككم تجاهه فقط يريد لكم فقط ألا تزعجوا فقه في الصحراء اللي يسميها هو المغربية وتسموها أنتم ربما حتى الأمم المتحدة الغربية أنتم تريدون خلق عدو وهمي أما الشعب المغربي فهم إخواننا والبلاد المغربية فهي أراضينا ووطننا أيضا نحن شعب واحد تفصلنا الحدود وأما النظام المغربي فبينكم وبينه لكن مع ذلك وللإنصاف يجب أن نقول أنكم أكثر عدائية وأكثر سفاهة وأكثر ومحركين بؤسكم وقنواتكم وآخرها تهجم على ملك المغرب أنا لا يهمني ملك المغرب ولا يهمني ما تفعلون معه لكن لا أريدكم أن توجهوا الأنظار لأن الشعب فهم الشعب فهم أنكم أنتم العدو الأول والأخطر والأجرم للبلاد الجزائرية والشعب الجزائري عمار بالحمر يزعم أن هناك جهات قل لنا شكون هات جهات قل لنا شكون هات جهات قلينا نقرأ لك أو نخبرك إذاك ماكش مطلع على ما كتبته مواقع معروفة برصانتها وبمصدقيتها نشرت ميدل إيست آي بتاريخ 20 نوفمبر 2020 وهو مستند تقرير نشرته ميدل إيست آي بتاريخ 20 نوفمبر 2020 وهو يستند على وثيقة صربتها منظمة الشفافية الدولية وهي متوفرة للإطلاع وأرجو من الأخ المساعد الفاضل أن يضحها على إيدلهابين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب هذه الوثيقة لأنه وثيقة صادرة من مركز عالمي معروف بمصداقيته وهو منظمة الشفافية الدولية ماذا يقول هذا المركز؟ يسمى تدريب ما هو له وأشرف عليه ما يسمى أي أن هذا التدريب اللي رح نحكي لكم عليه مولو الاتحاد الأوروبي والأرجنسي اللي تابعت له الوكالة اللي تابعة لها هذه هي اللي يسموها السي بول السي اي بي او ال بالفرنسوية سي او بالانجليزية السي او بي او ال بالفرنسوية يقوم الاتحاد الأوروبي هذا وش يقول التقرير يقوم الاتحاد الأوروبي بتدريب قوات الأمن في دول شمال إفريقية على تقنيات المراقبة بما فيها سحب وحصاد المعضايات من مواقع منصات التواصل الاجتماعي ومن الهواتف النقالة المدربون الأوروبيون علموا ضباط شرطة جزائريون أساليب التخفي على الانترنت وكيفية استخدام هويات مزورة والتي تم ربطها بعملية نشر المعلومات التضليلية والبروباغندا الحكومية في البلاد كل ذلك في إطار برنامج العمل لاستخبارات مفتوح المصدر أوزينيت أو أوزينيت وهو أوزينيت بالانجليزي الطرق التي تم استخدامها للتضليل في ذروة احتجاجات الحراك الشعبي العام الماضي في شهر أفريل 2019 تم تدريب ضباط الدرك الجزائري على استخدام الويب المظلمة The Dark Internet لما يعرف بالدرك انترنت الويب المظلمة حول طرق وأدوات البحث لمساعدتهم في تقصي مواقع أجهزة الاتصال بما فيها الهواتف والحواسيب المتصلة عبر الـ VVPEN وعنوين الـ IP تعرضت حصص تدريب في الجزائر العاصمة أو في هنغاريا عاصمة المجر عرضت حصص تدريب في الجزائر العاصمة أو في هنغاريا عاصمة المجر بين أفريل وسبطنبر 2019 عندما كان الحراك في أوجه وكان يطيح ببوتفليقة ومن مع بوتفليقة وكان القيد صالح يناور ويخادع كان الأوروبيون يدربون فيكم باش تخترقوا الحراك وتخترقوا الجزائريين وتخترقوا الأحرار وتخترقوا كل واحد يطالب بدولة العدل بدولة الحق بدولة القانون من أجل تحضير الاختراق ومتابعة النشطة على الفيسبوك في نفس الوقت الذي كان قايد صالح يغيط بمرافقة الحراك تم تدريب في نفس الوقت قوات الشرطة والمدرية العامة الأول وطني في المغرب على أسليب مشابهة بما فيها تقنيات محاربة تبيض الأموال إذن الأوروبيين في الحقيقة يدربونكم أنتم ويدربون أيضا الأجهزة الأمنية في المغرب على الاختراقات على اختراق الفيسبوك يعني أنهم زملائكم والناسياتكم من وراء البحر وتجي تتحدث على أن الجزائر تخضع لحرب إلكترونية تحسبنا ما زلنا في السبعينات أو في الثمانينات أو حفظتها في التسعينات ما هو العالم مفتوح والجزائرين يعرفوا الإنجليزية ويعرفوا لغات أخرى والمواقع مفتوحة واللي ما يعرفهاش واحد يعرفها الآخر واللي ما يعرفهاش هذا يعرفها ذاك ما زلت تكذب يا خابارجي يا عاميل فرنسيس بشهادة زميلك ما زلت تكذب وتتكلم على أن هناك حرب عليكم من طرف دول وتشير إلى الأوروبيين الأوروبيين يسنعوا فيكم ويساعدوا فيكم ويعاونوا فيكم ما سمعتش لعلك ما سمعتش ماكرون وهو يقول تبون الشجاع ولعلك ما سمعتش ماكرون هو يقول سنقوم بدعم لعلك ما سمعتش ماكرون في مارس عندما كان يطالب أن خلوا البوتفليقة يمدد العهدى الرابعة بعد أن أسقط الشعب العهدى الخامسة لعلك ما سمعتش أن ماكرون بارك تبون وبارك الانتخابات المزورة في حين أن الشعب كان يقول تبون مزور جابوه العسكر لعلك ما سمعتش أن الجنرالات والوزراء وعندهم جوازات سفر لا يحتاجون أصلا للفيزا لا فيزا فرنسا ولا فيزا شينغن ولا غيرها لعلك ما سمعتش لعلك ما تعرفش ذلك يا خبر يا بالحمر لعلك ما كتشوف السفير الفرنسي وهو يتحول من إدارة إلى إدارة وهو ينتقل من وزارة إلى وزارة وهو ينتقل من حزيب إلى حزيب من سفيه إلى سفيه من سفاء الأحزاب لعلك ما كتشوف فيه فرنسوا غويت سفير ماكرون الجديد اللي يتقن العربية ويتقن الدرجة ويتقن جيدا بالمناسبة اشتركوا في القناة